أعلنت بلغاريا أنها سوف تحقق في صلاة شركة بأجهزة الاتصال اللاسلكية التي انفجرت في لبنان وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت أن شركة بي آي سي المجارية لإنتاج تلك الأجهزة كانت جزءا من خطة إسرائيلية شملت أيضا إنشاء شركتين وهميتين أخرين لإخفاء الهويات الحقيقية للأشخاص الذين يصنعون أجهزة الاستدعاء وهم ضباط في الاستخبارات الإسرائيلية نقلت الصحيفة عن ثلاثة ضباط في الاستخبارات الأمريكية أن الشركة أنتجت أجهزة خاصة لحزب الله تحتوي على بطاريات مزودة بمادة بي اي تي ان المتفجرة وأضافت أن تلك الأجهزة بدأت تشحن إلى لبنان في صيف العام الفين واثنين وعشرين بأعداد صغيرة قبل أن يتم زيادة الإنتاج بعد تعميم الحزب بعدم استخدام الهواتف الخلاوية كشفت الصحيفة كذلك أن إسرائيل أرسلت يوم الثلاثاء رسالة إلى تلك الأجهزة باللغة العربية بدت وكأنها من قيادة حزب الله لتنفجر الأجهزة على الفور أفادت مصادر الحدث بأن حزب الله قد أوقف عدة أشخاص للتحقيق معهم بينهم شقيق مسؤول كبير في الحزب على خلفية التفجير الذي طال أجهزة البيجرز التي أودت بحياة اثنين وثلاثين شخصا وأدت إلى إصابة الألاف خلال اليومين الماضيين أفادت مصادر الحدث كذلك أنه قد تم توقيفه المسؤول في الحزب عن الأجهزة المشبوهة وفي السياق تقوم وحدات متخصصة من الجيش اللبناني بتفجير أجهزة البيجرز وأجهزة الاتصال المشبوهة في مناطق مختلفة ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن التفجير والتبليغ عن أي جهاز أو جسم مشبوه وعدم الاقتراب منه معي من بيروت الكاتب السياسي أحمد عياش أستاذ أحمد أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث الصحف تتناقل وتسرد وتنشر الكثير من السرديات والروايات حول منشأ هذه الأمور الأجهزة البيجرز أو الووكي توكي أجهزة اللاسلكي أيضا كنا نقرأ عن موضوع تورط لربما عناصر في حزب الله في هذه المسألة كيف تقرأ كل هذه الروايات أيها يمكن بالفعل أن يكون أو أن يحظى بمقبولية ومنطقية أكبر على أرض الواقع مساء الخير زميلي أحمد وشكرا على الاستضافة أعتقد أن الأمر يجب نحن في موقع يجب أن نأخذ بعين اعتبار كل هذه السرديات ما تنشره نيويورك تايمز وقبلها وسائل إعلام عالمية وهي الكتاب الذين يضعون هذه التقارير لهم المصدقية الكاملة ويجب الاهتمام بما أوردوه الجانب الأساسي في هذه السرديات أن إسرائيل دخلت على هذا الخط خط حاجة حزب الله إلى هذه الأجهزة التي هي في رأيي حل الحزب بديلة عن استخدام الأجهزة الخليوية وبالتالي هذا الكم الهائل من الأجهزة نحن نتحدث وهذه معلومات حديثة نتحدث عن عشرة ألاف جهاز بيجرز وصلت إلى لبنان وانتشرت أين انتشرت؟ انتشرت في وسط الحزب الحيوي بمعنى كل من له علاقة بالقتال كل من له علاقة باللوجستيات كل من له علاقة بعمليات حتى في الخطوط الأمامية يعني حتى في الجنوب اللبناني هناك المئات من الأجهزة التي انتشرت أيضا نحن نتحدث عن عشرة ألاف جهاز ما سمعناه حتى من وزير الصحة اللبناني وما يقال من معلومات هو ربما هو جزء من الرواية الكاملة بهذا المعنى التصديق هو تصديق فعلي لكل ما قيل وكتب حتى هذه اللحظة أن إسرائيل استطاعت الوصول إلى مكان ما من أجل التحكم بهذه الأجهزة سواء بتصنيعها ووضع هذه المتفجرات أو هذه العبوات الداخلها أو أنها دخلت على هذه الأجهزة من بعد تصنيعها ومن ثم أضافت هذا العنصر المتفجر فتحولت كل هذه الأجهزة إلى آلات للقتل وهذا ما حصل في السلساء الأخير هذا يستدعي بطبيعة الحال أن نركز على الذهنية الإسرائيلية وكيفية التفكير الإسرائيلية يعني منذ سبعة أكتوبر وعندما نتحدث عن هذه التقارير التي تشير إلى أن إسرائيل أرادت أن تنشئ شركات تتعامل ضمن شركة من الشركات المعروفة التي تتعامل بدورها مع حزب الله هذا التخطيط الزمني وهذا التخطيط الذي يستدعي بطبيعة الحال يعني ترتيبا دقيقا هل يشير بالفعل إلى أن إسرائيل كانت تخطط أصلا لهذا النوع من الحروب وأن تدخل هذه المرحلة من الحروب مع حزب الله تماما إنه السؤال الأساسي عن مجرى الأحداث كلها التي توجد هذه الأحداث توجد في الأيام الأخيرة بمعنى ما حصل مع أجهزة البيجرز ومن ثم أجهزة توكووكي لكن إذا نظرنا إلى صورة أشمل وأبعد سنكتشف أن هذا هو جزء من الصورة الكبيرة بأي معنى تاريخ إسرائيل نحن نتحدث عن وثائق وعن معلومات وعن كتب رصينة جدا نشرت في الأعوام الأخيرة عن تاريخ إسرائيل في الحرب السيبرانية وأيضا فيما يتعلق في الاستهداف من خلال العبوات هم منذ تأسيس إسرائيل منذ 1948 وبعد ذلك بسنوات قليلة هم الذين بدأوا يحضرون هذه العبوات التي ترسل بالبريد لاستهداف الخصوم نحن نتحدث عن تاريخ معقد إسرائيل ليست بحاجة لتبدأ من حيث انطلقت عملية الأقصى ومتلاها من جبهة المشاغلة التي فتحها رزب الله في الثامن من أكتوبر الماضي هي موجودة هي جاهزة لكن هناك أمر عمليات يعطى فيما يتعلق بهذه الساحة أو تلك فيما يتعلق بلبنان هم وضعوا نصب أعيونهم كيف النايل من حزب الله أنا في اعتقادي ما حصلت السلساء الماضي أستاذ أحمد القصة مثلا أنه في فرق بين لما إسرائيل تأتي وتجسد عمليات تفخيخ لعبوات تستخدم بعض العملاء مثل ما حصل مع الكثيرين مثل يحيى عياش على سبيل المثال وبين أن تقوم بعملية مدروسة بالنسبة لتنظيم عندما نتحدث عن حزب الله لا نتحدث عن تنظيم ضعيف نتحدث عن تراتبية نتحدث عن جهاز أو تنظيم منظم يعمل بأجندات بالنسبة لدول إقليمية مثل إيران وما إلى ذلك فالمسألة قد تشير إلى شيء من الصعوبة وطريقة الاختراق والقدرة على تجسيد وتجذير هذا الاختراق أستاذ أحمد طبعا نحن لدينا جزء من الرواية نحن لدينا جزء من الرواية ولم نستمع بعد إلى الرواية الكامعة ولكن جزء من هذه الرواية يشير إلا أنه في صورة غير مسبوقة في تاريخ الصراع الصراع العربي الإسرائيلي على مستوى الحرب السيبرانية في لبنان وفي العالم أن يحصل مثل هذا الحدث في وقت واحد مئات الأشخاص الذين تنفج الأجهزة بين أيديهم بهذا المعنى أنه حدث لمثيل له من قبل بهذا المعنى استطاعت إسرائيل أن توجه ضربة لهذا التنظيم الذي هو يعتبر ذروة التاج في المشروع الإيراني الخارجي حزب الله هو أهم فصيل خارجي لإيران خارج إيران وأزمه يتلقى هذه الضربة التي لم يسبق لها مسيل يعني نحن ربما هلأ نتحدث عن التفاصيل الروتينية بمعنى كم من الإصابات هناك في المستشفيات من يتم معالجتهم لكن عندما نأخذ الصورة بكليتها سنجد أن حزب الله بكامله طلقت ضربة يعني في الثلاثاء الماضي حزب الله بكامله طلقت ضربة لا يتستطيع أي حرب أخرى أن توجه مثل هذه الضربة بمعنى الحروب الكلاسيكية أن تشن الغراض أن تقتحم الجيوش للمواقع لا يمكن أن تلحق خسائر بشرية بحزب الله هو قدر قليل مقارنة بما حصل السلساء الماضي بهذا المعنى هو تطور غير مسبوك إنها الحرب إنها الحرب السيبرانية إنها الحرب الجديدة إننا في هذا الزمان الذي لم يسبقه زمان من قبل بهذا المعنى كل الذين يفكرون بالصورة التقليدية حرب موسعة أو غير موسعة إنها الحرب يا صديقي يعني من خلال هذه الضربة التي وجهت حتى الآن هناك معلومات لم يفصح عنها نعم على حجم الأضرار البشرية نحن ليس فقط تدمير أجهزة أو تجهزات أو بنى تحتية نتحدث عن إصابات في البشر في المقاتلين في الكوادر في الناس المتخصصين إنها حرب إنها الحرب وحتى وزير الصحة اللبناني قبل قليل كان في مؤتمر صحفي وذكر إنه يعني ما يربو على المائتين في العناية المركزة منذ استهداف يوم الثلاثاء بتشكرك جزيلا الشكر دهمنا الوقت من بيروت الكاتب السياسي أحمد عياش شكرا جزيلا لحضرتك ويعطيك العافية شكرا جزيلا لحضرتك ويعطيك العافية